طرق ما هي ملابسات مقتل خمسة من قوات الامنة السودانية في دارفور نعم حسين وفقا لبيان من وزارة الداخلية السودانية ان قوة امنية تتكوى من القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع كانت في مهمة رسمية وفي تكليف خاصة في ولاية وسط دارفور باقليم دارفور غربي السودان كانت تعرضت لهجوم غادر من قوات متفلتة مسلحة خارجة عن القانون وفقا لبيان وزارة الداخلية السودانية اسفر هذا الهجوم الغادر من قبل القوات المتفلتة المسلحة الخارجة عن القانون عن مقتل خمسة نظاميين وهناك حسين دعوات من قبل قادة المجتمع وايضا من عموم المواطنين باقليم دارفور الى ضرورة نزع السلاح وان يكون في ايدي القوات النظامية فقط وما هذه الاحداث القبلية وفقا لكثيرين التي يعني يروح ضحيتها اعداد كبيرة نسبة لهذه العمليات التسليحة التي تنشع من هنا ومن هناك وهو لتوفر السلاح في ايدي غير القوات النظامية وهذا ما يعزز من عمليات يعني التكافؤ القوة ما بين الاطراف المتصارع اذا كانت صراعات قبلية او بين المكونات في اقليم دارفور لذلك حسين تصاعدت المطالب بضرورة نزع السلاح حتى يعني لا يكون هناك تكافؤ للقوة ما بين طرف والطرف الاخر وان يعني تفرد الدولة هيبتها بضرورة يعني تطبيق القانون وكل يعني من هو خارج عن القانون ان ينال عقابه حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات وحتى يعني يكون هناك حماية للمدنيين العزل من هؤلاء الذين يحملون السلاح من غير القوات النظامية وايضا هناك حسين من طالب بضرورة استعجال تنفيذ بند الترتيبات الامنية والذي يكفل لاقليم دارفور حوالي 12 الف جندي بامكانهم ان ينتشروا في هذا الاقليم لاقرار عمليات الاستقرار وهناك ايضا من طالب بضرورة ان تكون هناك يعني شروط ملزمة لوثائق الصلحة التي تحدث ما بين الاطراف وكان هناك زيارة لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو في ولاية غرب دارفور لذات الشأن الى ضرورة اقرار المصالحات بين كل الاطراف ونزع فتيل الازمة التي تنشأ من حين الى اخر اذا حسين هذه المشكلات هو سببها وفقا لمراقبين ووفقا لمن هم على الارض هو تأخر تنفيذ بند الترتيبات الامنية وهناك ايضا من طالب بفرض هيبة الدولة وان لا يفلت احد من العقاب وان ينال جزائه حتى لا تتكرر مثل هذه الاحداث التي يروح ضحيتها يعني العشرات في هذا الاقليم الذي يشهد اضطرابا من الحين الى الحين الاخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة